اشتركوا في القناة 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 اعتبر انه في الواقع من حسن حظي ان يهتمت او تهتم هذه المؤسسات بما اكتبه بالعودة الى هذا السؤال ومن يستفيد من هذه الصفقة النووية لابد من ان اقول ان هذه الصفقة بالنسبة للارانيين كانت قد تمت سابقا اودت ان اتحدث عن قصة كتبتها للجزيرة عن خالتي وفي الواقع السنة الفائتة منذ ان تم الحديث عن الصفقة المؤقتة في جونيف وفي كل مرة كنا نشهد فيها محادثات ومفاوضات وادت هذه المحادثات الى تمديد لصفقة كانت امي تتصل بي دائما وتقول لي لقد توصلوا الى الصفقة وانت لم تخبريني لماذا لم تعطيني هذا او تخبريني بهذا الخبر الجيد بان ايران قد وقعت الاتفاق مع الغرب وتقول في الواقع ان خالتي كانت تسمع هذه المعلومة من الراديو ومن القناة المحلية بان هذه الصفقة تم توقعها انا كنت في مكان المحادثات وكنت اجيب امي بالنافية كنت اقول لها لا انا موجودة ولم نسمع اي شيء عن الصفقة انه مجرد تمديد لمدة المحادثات انا اخبركم هذه القصة لانها تمثل امال الايرانيين وانا كلهم بغض النظر عن الفئة التي ينتمون اليها الدين الذي ينتمون اليها المستوى الاجتماعي انهم تعبوا فعلا العقوبات الدولية التي اضعفت الاقتصاد والتي فتحت طبعا او تسببت بفجوة كبيرة بين الاثرياء والفقراء في ايران والحياة اليومية بالنسبة لي الايرانيين وانا اقرباء يعيشون ومقومون في ايران اذا تزاد صعوبة يوما بعد يوم بالتالي كان على الحكومة ان تقبل بهذا الحوار مع المجتمع الدولي للوصول الى هذا الاتفاق وهذه الفرصة التاريخية وهذا الزخم التاريخي ايضا الذي ولد مع ادارة اوباما اذا رحب به بشكل كبير من الحكومة الايرانية اعتقد ان من هو خلف كل هذه المحادثات هو المرشد طبعا مع الولايات المتحدة تحديدا من دون موافقة المرشد لا الاتفاق المؤقت ولا اتفاق لوزان كان يمكن الوصول الي اكان من قبل الايرانيين او من قبل الولايات المتحدة بالحديث عن الجوانب الايجابية اود ان اذكر اننا طبعا نعرف ان في هذه المنطقة الكثير من الهواجس والمخاوف المتصلة بتوقيع هذه الصفقة او هذا الاتفاق بين ايران وولايات المتحدة كثر يعتقدون ان ايران سوف تزيد من نفوذها في المنطقة وسوف تتوسع اقليميا وكذلك سوف يكون لها امكانية التدخل اذا بغض النظر عن المصطلح الذي تريدون استخدامه لكن من جهة اخرى ايران لم جلست على طاولة المحادثات لانها كانت بحاجة الى رفع العقوبات هذا يأتي بالنسبة للشعب طبعا للمواطنين لكن النظام الذي يمول حماس وحزب الله ونظام بشار الاسد واي ميليشيا اخرى هذا النظام لم يكن يأبه بالعقوبات لان لديه ما يكفي من الاموال اليوم المحادثات لم تتم والمفاوضات لم تتم لانهم بحاجة الى المال على مستوى الحكومة الضغط الكبير بسبب هذه العقوبات كان على مستوى الشعب طبعا لو كانت المتحدة او اسرائيل لتهاجم ايران هذا لن يؤدي الى تغيير النظام في ايران وقد شهدنا هذا المثل عندما غزت العراق ايران ولكن طبعا نعرف كيف جرت الامور هناك وانا لم اكن في ايران اذكر كيف ان الايرانيين من كل الفئات من المسيحيين وغيرهم كلهم وقفوا مع بعضهم البعض للدفاع عن ايران اذا كل ما يحدث في ايران سوف يعزز من قوات النظام وليس العكس بالتالي السبب بالنسبة لايران وليات المتحدة بان يجلسوا على طاولة المفاوضات وان ينهو هذا العقد من الحديث عن الالاف النووي لا يتعلق بتغيير النظام لو هذا التغيير كان ليتم سوف يتم من داخل ايران من الايرانيين الذين غضبوا بسبب الاقتصاد بسبب البطالة بسبب غياب الفرص امام اطفالهم وشبابهم في المستقبل اذا هذا ما يؤدي بالنظام الى الاستفادة من هذه الفرصة قبل ان تنتهي ولاية ادارة اوباما فوائد هذا الاتفاق اذا قد تكون رفع العقوبات وتوليد فرص عمل للمستثمرين ووصول الاستثمارات الاجنبية الى ايران لايران الثاني اكبر مخزون من النفط والغاز في العالم وهذا سوف يجتذب المستثمرين الاجانب وبالنسبة للجانب الاقليمي والدول الاقليمية ان تكون ايران تحظى بالسلام وان تبعد هذا الغضب وهذا الاحباط المتصل بتغيير النظام والنظام الذي لا يفكر دائما بالمؤمرات وبان الجميع يحاول ان يغير هذا النظام اذا لا شك ان هذا الاتفاق ربما قد يغير بسلوكه انا اذكر انه كان من المحرمات الحديث مثلا عن قاسم سليماني قائد كتاب القدس او ربما الحديث عن الحرس الثوري الحديث عن هؤلاء كان دائما محاطا بالسرية بالنسبة للارانيين وطبعا الامر ينسحب على المجتمع الدولي اليوم نرى صور قاسم سليماني توزع وتظهر على نصات التواصل الاجتماعي ويتم الحديث عنه من دون ان يكون في ذلك ضرب من المحرمات وروحاني ايضا يظهر في العلن ومثلا لم يتم الاشارة الى تواجد للقوات الايرانية في العراق لكن تمت الاشارة الى وجود مستشارين ايرانيين في المنطقة لكن حتى عندما نتحدث عن مستشارين في المنطقة وعندما نرى ان الرئيس ووزير الخارجية يقران بذلك هذا بالنسبة لي انجاز كبير انجاز لحكومة روحاني الان لو تم الوصول الى هذا الاتفاق فربما نشاط هذه الميليشيات التي قد ضرت بكثر في هذه المنطقة سوف تكون تحت مظلة الحكومة الايرانية على سبيل المثال سوف نرى عجلا ام ااجلا ان كتاب القدس سوف تأتي داخل الحرس الثوري والحرس الثوري سوف يكون داخل ايضا وقريب جدا من القوات الوطنية وعندها كل العملية سوف تصبح شفافة انا لا اعني انها سوف تختفي بشكل كامل ولكن من دون ادنى شك سوف تعطي فرصة للشعب الايراني بان يرفع صوته ويعبر عن رأيه من خلال طبعا استفاداته من اقتصاد افضل وايضا امكانية اقتراب من المجتمع الدولي كايرانية امريكية من دون ادنى شك علي ان الاحظ وان اصلت الضوء على الفوائد في كل البلدين ايه في ايران وفلات المتحدة عندي علاقات جيدة ايضا مع اصدقاء عرب في هذه المنطقة واعرف انهم يستفدون كذلك من الصفقة لانه ان تكون ايران تحظى بالسلام وان تكون دولة فيها مساءلة ومحاسبة ودولة تسمح لمفاتيشي الوكالة الدولية للطاقة الضرية تأتي لي كي تقوم بعملات التفتيش اعتقد ان في ذلك فوائد للجميع اعتبر ان عمل الوفد الايراني والوفد الامريكي في لوزان الاسبوع الفائت يدفعني الى القول ان كلا الوفدين قد اتفقا على قضايا محددة وذلك طبعا عندما يعود اعضاء الوفدين الى بلدهما سوف يتم رفعها الى القادة مثلا الرئيس اوباما يمكن ان يذهب الى الكونغرس هو الوزير كاري يمكن ان يعبر في تصريحاته عن هذه القضايا انا ما سمعته باذني في الواقع الوزير زريف يقول مثلا مقعده سوف يصبح مركز ابحاث ولا يمكن لأي ايراني ان ندخل الى هذه المنشآت هذا ملفت بشكل كبير لان فلدوف الواقع بنيت تحت الارض وقرب وذلك لكي تحمى ايضا من اي ضربات عسكرية من قبل الولايات المتحدة او اسرائيل اذا غياب التخصيب في هذه المنشآة تحديدا هذا يعني ان ايران سوف تفكك بشكل تام اي خطة تسمح لها بالوصول الى السلاح النووي وحتى لو كان لها خطة بالاستفزاج في هذه المنطقة ويمكن ان يكون لديها ربما خطة من هذا القبيل بكل الاحوال بغض النظر انه بعد 10 او 15 عاما سوف يقوم الايرانيون بعدم احترام هذه الصفقة بعد 10 او 15 او 20 عاما هذه المنشآت ربما سوف تكون تحت هذا التفتيش وايضا وهذا ما قلناه والتطبيق العام للعقوبات امر واضح بالنسبة للامريكيين والايرانيين فلا يمكن فلا يمكن تفكيك هذه المفاعلات من اليوم الاول وانا اتذكر ما قال السيد ضريف في لوزان فالوقت الايرانيون يحتاجون الى الى وقت وايضا وطبعا بالنسبة لعقوبات مجلس الامن ليست قرارات اصدرها اوباما ليرفعها متى شاء وايضا الذين يحاججون بالقول بانهم يقولون في وسائل الاعلام يقولون ان ما يقولونه مثل الايرانيين المتشددين يتحدثون عن مصالحهم الخاصة والجمهوريون تحديدا يقولون ان الايرانيين لم يصلوا الى الى ما حققوه من من مصالح وطبعا يتحدثون عن تفاصيل الاتفاق النهاية التي لم تحصل بعد واذا الخيبة الامل من الجانب الايراني اذا انشر الامريكيين للحقائق الخاصة بهم حول الاتفاق وايضا ما تم الاتفاق عليه مع الامريكيين والتي ينبغي ان تبقى سرية حتى اليوم الاخير ايضا الله خامأني قال انما تم الاتفاق اليه ليس مدعاة للاحتفال الشعبي والتهنية المتبادلة وما زال وقت طويل قبل توصل الاتفاق النهائي انا اعتقد ان هناك دائما وقت للقول بان الاتفاق النهائي لم يتم حتى الان ولكن لو ان الاتفاق تم التوصل اليه او في ثلاثة اشهر او هناك تمديد للوقت والامريكيون بدأ وكأنهم يهنئون بعضهم البعض والايرانيين يقولون ان الوفد الفرنسي اعطى شعورا بالتوافق وبان كل مشاعر العداء والصعوب التي تسببت بكثير من المشاكل الاقليمية قد تم تجاوزها لكن الوقت محدود للأسف امام الرئيس اوباما وعليه ان يتصرف قبل بدء الحملة الانتخابية القادمة وانا على ثقة من ان الاتفاق جيد هناك ثمانين مليون ايران يعيشون في الجوار لا تستطيعون قتلهم اولقاهم في البحر وهم كذلك عليهم ان يعيشوا معكم بشكل ينفع الجميع وشكرا شكرا جزيلا وطبعا اهم النقاط هي ان المرشد الاعلى هو المسؤول في هذه المفاوضات وان النظام الايراني لا يحتاج للمال وانما الضغوطات الشعبية التي تمارس ضده وجهته الى تجاه المفاوضات وان دولة ايرانية تتفاوض مع الامريكان وتعترف بالمواثيق الدولية افضل للمنطقة واي تدخل خارجي سيوحد جميع الفئات الايرانية تحت الحكومة الايرانية الحالية وغير مرغوب بالنسبة للشعب الايراني ننتقل الان الى الدكتورة فاطمة السماضي وهي باحثة اردنية متخصصة في الاعلام حاصلة على الماجستير في الدراسات النسوية كما حصلت على الدكتوراه من جامعة العلامة الطبطبائي بطهران فلتتفضل مشكورة شكرا جزيلا ابدأ مداخلتي بنقطة تبادلتها الهواتف الايرانية مؤخرا مواطن ايراني يقول ما هذا الاتفاق ذهبت الى متجر على رأس الشارع ولم اجد ويسكي ونقطة سياسية اخرى تناولها الناس بالهاتف ايضا تقول اعلان هام للمواطنين الاتفاق نووي فقط لا تخرجوا الى الشارع بكم قصير والشرط ولذلك ابدأ من هذه النكات السياسية التي تداولها العامة في ايران لادخل الى دوافع التأييد والمعارضة للاتفاق النووي الايراني ولكل له دوافعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعني المؤيدون لهم دوافع اقتصادية والمعارضون كذلك المؤيدون لهم دوافع سياسية والمعارضون كذلك المؤيدون لهم دوافع اجتماعية والمعارضون كذلك وسريعا بالنسبة للمؤيدين كما ترون مؤيدون الاتفاق لديهم سبب اساسي ان العالم اعترف بان ايران تمتلك التقنية النووية اللازمة اقرار المجتمع الدولي بحق ايران في امتلاك التقنية النووية السلمية ستشكل مصدر داخل كبير لايران الغاء العقوبات الاقتصادي واثر ذلك على الاقتصاد الوطني ابطل هذا الاتفاق الخيار العسكري ضد ايران والرافضون للاتفاق يتحدثون عن استقلالية ايران وان هذا الاتفاق يفتح الباب امام مجال التدخل في ايران وخاصة عن طريق الرقابة والتفتيش ان الكثير من البنود خاصة المتعلقة بازالة العقوبات ما زالت غامضة الاليات لازالة العقوبات ما زالت غامضة هل سيتم ازالة العقوبات مباشرة اما ان هناك جدولة زمنية للاتفاق هذه اسباب وقضايا يسوقها المخالفون للاتفاق وبالمناسبة يعني لا يجب ان نستهين بهم يعني معظم المعارضين للاتفاق في اللجنة الامن القومي في البرلمان الايراني وهو المسؤول فعليا عن المصادقة على الاتفاقيات التي تعقدها ايران مع الخارج بالنسبة لموقف المرشد علي خامني بدأ لافتا في الايام القليلة الماضية قال انا لست مع ولا ضد الاتفاق ولا يوجد سبب يجعلكم تهنيون انفسكم بالاتفاق لكن ايضا يجب ان نفهم موقف المرشد في سياق التجاذب اللفظي الذي حدث في ايران خاصة في البرلمان الايراني هناك اعضاء في لجنة الامن القومي انك تجاوزت الخطوط الحمراء التي حددها لك لك المرشد وهو رد عليهم هذا كذب انتم لم تكونوا في جلستي مع المرشد لتعرفوا ما هي الخطوط الحمراء التي تحدثنا عنها المرشد لم يرفض الاتفاق ولم ايضا صحيح لكنه اراد ان يخرج نفسه من دائرة التجاذب السياسي الداخلي اراد ان يقول لكل الاطراف انا لست مع اي طرف منكم لكن هناك قضايا داخل الاتفاق هي التي ستجعلني اقبل هذا الاتفاق او ارفضه وعموما بالنسبة للمرشد هناك قضايا ثلاثة برأيي هي التي ستحدد موقفه من الاتفاق النهائي وما زال الوقت قائما او الفرصة قائمة ان يجهد التيار الاصولي وجزء كبير منه معارض للاتفاق وايضا المرشد والحرس الثوري ان يجهدوا الاتفاق مسألة العقوبات رفع العقوبات مرة واحدة وخاصة العقوبات الاقتصادية لانه على الرغم من شعار اقتصاد المقاومة وكل هذه الشعارات التي لم ترقى الى برنامج سياسي فعلي يطبق على الارض العقوبات خاصة عندما وصلت الى القطاع النفطي فعلت فعلها في الاقتصاد الايراني ومسألة اخرى ضمان مصالح ايران وهنا نستحضر الملفات الاقليمية رغم ان خامني قد فكك بين المفاوضات النووية ومفاوضات الاقليمية وقال لن نفاوض مرة واحدة على هذه الملفات وبالتالي فان الاتفاق النووي هو اختبار لما يمكن ان تفاوض عليه ايران في المستقبل في الملفات الاقليمية الرقابة والتفتيش وهنا يلتقي الكثير من الايرانيين على الحذر من هذه النقطة لان الرقابة والتفتيش ضمن نصوص اتفاق جينيف تعني ان ينتقل ذلك التوتر الذي كان في الملف النووي الى برنامج ايراني الصاروخي بكل تأكيد وهذا ما لن يسمح به المرشد ولن يسمح به الحرس الثوري بدون بنود واضحة يقبلها المرشد تحديدا في هذه النقطة لا اظن ان المرشد سيسهل مرور الاتفاق الحرس الثوري مع او ضد الاتفاق التصريحات الاخيرة للحرس ابدت تأييد لفريق روحاني وهذا كان لافت يعني هو يعني اشاد بدبلوماسية الفريق المفاوض الايراني وقال نعاول عليه كثيرا لكن اين يؤيد يجب ان نسأل اين يؤيد الحرس واين يعير ولماذا يؤيد اين يعارض ولماذا يعارض اين يؤيد الحرس يؤيد اتفاق يقضي بازالة العقوات الاقتصادية عن ايران لماذا؟ لان الحرس الاقتصادي من حيث لان الحرس الاقتصاديا من حيث المكان المالي في ايران في الحياة الاقتصادية الايرانية هو ثالث قوة اقتصادية بعد الامام الرضا وبعد شركة ايران بتروليوم هو ثالث قوة من حيث المشغل يعني في سوق العمل هو المشغل الثاني بعد الحكومة الايرانية 600 ألف شخص يعملون في مؤسسات يديرها الحرس الثوري الإيراني أيضاً يقال أنه لا يوجد مشروع في إيران يزيد عن 10 ملايين دولار ليس للحرس مشاركة فيه عندما وصلت العقوبات إلى النفط تضرر الحرس كثيراً مشاريع الاقتصادي خاصة شركة خاتم الأنبياء تضررت كثيراً وأذكر أن الحرس لديه 88 رصيف بحري غير معلن فقط لمسألة النفط لبيع النفط وبالتالي من الممكن أن نفهم تأييد الحرس أن يوافق على اتفاق يقضي بإزالة العقوبات وهذه أسبابه فضلاً عن أن إزالة العقوبات ستنهي الاحتقان الداخل الإيران لكن أين يعارض الحرس؟ يعارض أن تصل الرقابة والتفتيش إلى مشاريعه العسكرية هذه نقطة لن يتهاون الحرس فيها يعارض أن يكون الاتفاق بوابة لانفتاح اجتماعي وأعود إلى النقطة التي سقطها لكم أو الاثنتان لأن الحرس يقوم يعني هو كمؤسسة قائمة على التهديد عندما يزول التهديد فهو يفتقد وجوده وبالتالي يجب أن يكون هناك مهدد دائم وبالنسبة للحرس التهديد ليس فقط خارجي هناك مهددات داخلية وبالمناسبة هو صنف الحركة النسوية كأخطر تهديد في إيران لجنة الأمن القومي في ظني أنها ستكون الواجهة لنقاش أو الصدام مع روحاني وفريقه بشأن الاتفاق ونقطة أخرى أيضا للمعارضين أن الاتفاق يصب في مصلحة روحاني داخليا يعني أسلوبه في الحكم أسلوبه في القضايا برنامجه الذي قدمه عندما كان عندما ترشح هو لديه برنامج اقتصادي واجتماعي المعارضون يتخوفون من برنامجه الاجتماعي وأستطيع أن أقول أن هذا الاتفاق سيحدد مستقبل روحاني السياسي وليس فقط روحاني بل التيار الذي يتبنى فكر روحاني ومن الممكن أن نضع فيه الإصلاحيين وتيار رفس جاني معا بنقاطه تقاطع كبيرة بين هذين الطيفين أذكر روحاني عندما جاء إلى الحكم قال أن إيران تحتاج إلى مدير جيد ولا تحتاج إلى خادم هنا اصطدم مع شعار أحمد نجاد عندما قال أنا خادم لهذه الأمة فهو قال أن هذا الشعار أدخل إيران في مأزق فهي تحتاج إلى مدير جيد والسؤال التحدي الكبير الذي سيكون في وجه روحاني هل فعلا هو كان مديرا جيدا أعود إلى استطلاع أنجز مباشرة قبل اتفاق لوزان كان 86% من الإيرانيين يدعمون روحاني في إنجاز اتفاق وفي ظني أنه إذا أجري استطلاع جديد للرأي ستكون النسبة أكبر من ذلك بكثير أيضا بالنسبة لمستقبل روحاني السياسي استطلاعين للرأي واحد أنجز بعد تمديد اتفاق جنيب والآخر أنجز قبل اتفاق لوزان وبياكس أنه تراجع في شعبية روحاني والسبب الأساسي أنه روحاني برنامج الاقتصادي تعثر مع انخفاض أسعار النفط روحاني يعني الميزانية المتفائلة التي وضعها اضطر أن يقلصها وبالتالي منه نجات فإذا استطاع روحاني أن يحدث انفجاج اقتصادي هذا يعني أن الرجل سيكسب نقاطا في صالحه بالنسبة للعلاقة مع أمريكا أيضا مسألة مهمة جدا في مسألة اتفاق لوزان الروحاني وفريقه وربما من يقفون خلف هذا التيار هم بداية انفتاح في العلاقة مع أمريكا لكن حتى مؤيدي الاتفاق من التيارات الأخرى لا تريد هذا الانفتاح هي تريد اتفاق يتبادلون من خلال المصالح لكن لا يصل إلى انفتاح لكن نلاحظ أنه باستطلاع للرأي أنجز قبل اتفاق لوزان 39% يعتقدون أن ذلك سيقود إلى علاقات أفضل مع الولايات المتحدة الأمريكية وهنا أيضا أستحضر نكتة سياسية في الأيام الماضية أن أوباما أصدر قرارا بتغيير اسم منهات إلى مش حسن وحسن روحاني أصدر قرارا بتغيير أراك إلى باراك وبالتالي فهذه ربما النقاط السياسي في إيران تشيب الكثير لكن في رأيي أن أسئلة روحاني الصعبة ليست في الملف النووي الإيراني أسئلة روحاني الصعبة في الحريات والانفتاح ما يريده المجتمع الإيراني وبالتالي هذه نكتة الويسكي التي سقتها في البداية هي ليست مسألة شخص يبحث عن ويسكي بقدر ما هي نمط مختلف من الحياة ماذا يريد الإيرانيين من نمط الحياة فهذه الأسئلة هي الصعبة برأيي أمام روحاني في استقبال الضريف قيلت الكثير من الشعارات لكن أحد الشعارات التي عادت يا هسين مير هسين أعيد زعيم الحركة الخضراء في الشعار مرة أخرى وفي الأمس في مراسم ختم أخت الرئيس السابق خاتمي رفعت شعارات أو رددت شعارات مؤيدة لإمير هسين موسول والملفت أن معظم مرددي الشعارات كان كل من النساء هذه القضايا هي التي من الممكن أن ننظر إلى المجتمع الإيران المجتمع الإيراني يريد عراقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ويريد انفتاحاً لكن هذا لا يريده ربما مؤسسة مثل الحرس الثوري وقد لا يريد أيضاً ناس متنفذون في التيار الأصولي وبالتالي الصراع على الاتفاق النووي قبول ورفضه سنجده داخل إيران في الأيام المقبلة والكل سيحاول أن يجعل من الاتفاق يعني أن يهيكل الاتفاق بما يتناسب مع رؤى السياسية لكن بالتأكيد أن تاب العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد كسر وأننا سنشهد في المستقبل تجليات أخرى لهذه العلاقة وشكراً لكم شكراً دكتور فاطمة أهم النقاط التي فرحت أن المرشد أراد أن يخرج نفسه من الصراع السياسي الداخلي وأهم المعارضون لهذا الاتفاق لجنة الأمن القومي في إيران وأن هناك تلاقي في وجهة نظر الحرس الثوري وفريق روحاني من ناحية المصالح الاقتصادية ولكن الحرس الثوري متحفظ أكثر من أي نوع انفتاح نحو الغرب وأمريكا بالتحديد والمجتمع الإيراني بعكس جميع الأطراف السياسية يريد الانفتاح على الغرب ننتقل الآن إلى الدكتور محجوب الزويري أستاذ التاريخ الإيراني والشرق الأوسط لمعاصر بجامعة قطر وهو عمل خبيراً متخصصاً في قضايا إيران والشرق الأوسط في الأردن وعمل رئيساً لوحدة الدراسات الإيرانية في جامعة درم فالتفضل مشكوراً شكراً جزيلاً أسعد الله مساءكم جميعاً شكراً لأسرة المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات ولي أستاذنا الجليل الدكتور عزب بشارة على هذه الدعوة الكريمة أنا في الحقيقة فيما سأطرحه أنطلق من فرضية بسيطة وهذه الفرضية تعتمد على أن أن الاتفاق للإطار ومن حيث المسميات ما حصله هو اتفاق للإطار وليس اتفاقاً نووياً وبناء عليه فإنني أرى أن اتفاق الإطار هذا قد حدث بناء على تطورات داخلية في إيران وهدفه بالمحصلة الداخل الإيراني وعندما يتحدث عن الداخل الإيراني أتحدث عن مؤسسة الحكم كما أتحدث عن الناس ولذلك هناك جملة من المعطيات كانت تؤكد على أن النظام السياسي في إيران قد اضطر إلى أن يحتسي كأساً من السم ثانية بعد التي قال الخمين أنه تجرعها عند توقيع المعاهدة إيقاف الحرب العراقية الإيرانية ولماذا أقول هذا الكلام؟ في إيران منذ مطلع التسعينيات ثمت تيار سياسي كان ينمو داخل المؤسسة السياسية الإيرانية وأنا أشكر هنا ما تفضل به دكتور عزمي في الصباح عندما تحدث عن عدم التبسيط في التعاون مع الداخل الإيراني في معسكر المحافظة والإصلاح ثمت تيار سياسي إيراني منذ مطلع التسعينيات كان يؤمن بأن إيران لا بد لها أن تعود إلى الدائرة الغربية وبأن العلاقة مع روسيا ومع الصين لن تعيد لإيران مكانتها وبأن الاقتصاد والسياسة والحضور حتى الإقليمي ومحافظة على بعض الأدوار الإقليمية لإيران لن يتحقق إلا بالعلاقة مع الغرب وتحديداً مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا التيار ظهر بقوة في عصر خاتمي حاول أن يفعل شيئاً تم تجريمه تم استعداؤه خسر مكانته مع انتخابات نجاد أحمد نجاد في 2005 خسر حوالي خمسين دبلوماسياً ورجل دولة ووضعوا على قارعة الطريق ولكن هذا التيار لم يختفي من الدولة لأن هناك من يقول بأنه كان مرتبطاً بمعسكر محمد خاتمي هذا بقي في الدولة بقي في أجنح ربما على مستويات منخفضة هذا التيار جزء منه كان في مؤسسة المفاوضات النووية التي جاء منها نفسه الرئيس الروحاني الذي فاوض الدول الأوروبية الثلاثة فرنسا وبريطانيا وألمانيا منذ العام 2003 هذا التيار السياسي في اعتقادي وفي قراءة المتواضعة هو الذي دفع باتجاه المشي والهرولة نحو توافق مع الغرب بالحد الأدنى لكن حتى يتحقق هذا الأمر كان لابد من المرور في طريقين مهمين الأول يجب تطبيع الرأي العام الإيراني على أن التفاوض مع الغرب شيء يمكن أن يقبل وهذا الأمر كان يستدعي أن تكون العملية بطيئة ولكنها فاعلة ولذلك منذ أن بدأ الملف النوو الإيراني وبدأت المفاوضات بدأنا بالحديث عن خطور الأمام وخطور الخلف خطور الأمام وخطور الخلف خطوة باسم الدولة وخطمة باسم الثورة لكن هذا في نفس الوقت خلق تيارا داخل المجتمع الإيراني يقول بأن التفاوض خير يحسن وضعنا الاقتصادي وفي نفس الوقت رافق ذلك على الجانب الآخر ضغوط غربية عقوبات اقتصادية أربع حزن من العقوبات في عصر محمود أحمديني جاد أضرت بالاقتصاد الإيراني وصلت طاولة أو مائدة الإيراني الإيران الذي وعد من أحمديني جاد أن دخل النفط سيأتي إلى طاولة طعامه أصبح الطاولة الطعامه بلا خبز في الحقيقة عندما رفع الدعم عن المواد الأساسية وبالتالي أصبحت الدولة في مخمصة حقيقية بسبب هذا البرنامج النووي وبالتالي الحديث عن التفاوض العقوبات الاقتصادية تدفع بهذا التيار التيار يقول لا يمكن المقاومة بالتأكيد كان هناك تيار كان في جناحين للمعارضة وهما قديما قلت عنهما ولازلت أقول هما الذين يطير بهم النظام الحرس الثوري من جهة والتيار المحافظة التقليدي من جهة أخرى كان لازال الحرس الثوري في بداية دخوله لما أسميه عسكرة السياسة في إيران إيران دخلت في عقل التسعينيات أيضا مرحلة وهي عسكرة السياسة عندما بدأ الحرس الثوري ينتقل من البعد العسكري بعد الحرب العراقية الإيرانية وبدأ يشم أنفاسه بدأ يبحث عن الاقتصاد وبدأ يتسرب إلى المؤسسات الاقتصادية أوقفه محمد خاتمي وحينها في العام 1998 قال رحيم صفوي قول مشورة ربما ذكرت في أكثر مناسبة وتستحق التذكير عندما قال لمحمد خاتمي سنقطع لسان من يتجاوز على الحرس الثوري وكانت مواجهة للرئيس خاتمي أنا ذاك لأنه كان يتحدث على أنه كما نقول اليوم الجيش يجب أن يعود إلى ثكناته فلم يقبلوا منه ذلك هذه العسكرة في السياسة هذا التيار الذي أتحدث عنه بدأ يظهر في المشهد السياسي الإيراني في الظل يعني ليس بعيدا عن المرشد ليس بعيدا عن الخارجية ليس بعيدا عن مؤسسة الرئاسة وليس بعيدا عن البرلمان موظفون محترفون أكاديميون هذولا ناس موجودين يعتقدوا بأن إيران ليجب أن يكون لها علاقة مع الغرب اليوم غدا بعد غد يجب أن تكون موجود النظام لم يستطع أن يتجاوزهم ولكنه في نفس الوقت ربما وضعهم جانبا لفترة معينة إذن هذا التيار المعارض اللي هو الحرس الثوري مع عسكرة السياسة أصبح لديه دور ظهر بشكل واضح في فترة أحمدي نجاد الآن هذه المتغيرات بمجملها جعلت خيار التفاوض تدريجيا خيار مقبول وهذا ما كان مطلوبا في إيران يعني مع نهاية يعني ربما 2010 كان المطلوب أن يكون خيار التفاوض مقبول شعبيا في إيران ولنربط هنا وانا قلت في عنواني ما هو أقليم وما هو داخلي حتى ذلك الوقت إيران كانت مسؤولة تدخل في العراق لا أحد يوقفها دخلت في العام 2005 في تفاوض حول أمن بغداد مع الولايات المتحدة بشكل واضح لم يستطع أحد أن ينتقدها العرب غضبوا كعادتهم لكن لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا اختبرت الرأي العام الرأي العام كان يريد التفاوض استطاعت أن تخلق تيار مؤيد للتفاوض داخل مؤسسة الحكم وفي ذات الوقت ساهمت بشكل تدريجي في خلق رأي عام داخل الولايات المتحدة يرى بأن النظام قد تحول تكتيكيا من النظام الذي يرغب في الانتحار إلى النظام الذي يرغب في البقاء وكانت هذه النقطة جوهرية في تغير نمط التفكير الإيراني في الأمريكي في الولايات المتحدة وأحيلكم إلى التقارير التي تصدرها الولايات المتحدة ما يسمى بالإنتليجنس كوميونيتي آخر تقرير لها الذي صدر قبل شهر أو شهر نصف لم يضع إيران ولا حزب الله في قائمة الدول الرائعة للإرهاب فدفعني الفضول العلمي أن أذهب إلى التقارير السابقة فوجدت أن في التقارير الأعوام القليلة الماضية ربما الثالث السنوات الماضية أن هناك مصطلحاً مستعملاً في فقرة تروريزم والحديث عن إيران وحزب الله أن التوجه للسبع طاعش مؤسسة أمنية أمريكية خلاصة كلامهم أن النظام السياسي الإيراني يميل أو أن أولويته الآن الأساسية هي البقاء ما معنى هذا في عرف السياسة؟ معنى هذا أن هناك رأياً بدأ يتبلور لدى صانع القرار الأمريكي أنه إذا ما جلسنا مع السياسة الإيراني قد يعطي تنازلاً قد أصبح مرناً وباعتقادي كانت هذه أيضاً تطوراً مهماً في الولوج إلى باب التفاوض حول البرنامج النووي والإيراني طبعاً هذا التغير خلف المشهد الذي نراه والمتداول بين الناس باعتقادي هو الذي دفع باتجاه هذا التفاوض والتقدم نسبياً سريع طبعاً أنا أضيف إلى ذلك المشهد الإقليمي الذي حصل بعد عام 2011 هناك خلط الأوراق لم تتوقعه إيران يعني بالمشهد السوري وأنا لا أريد التوقف عن هذه القضايا طرحت من زملاء الآخرين لكن ما حصل في سوريا تحديداً خلط الأوراق بشكل كبير جداً لأنه عمل أو اضطر إيران إلى أن تتمدد عسكرياً بعد أن كانت تتمتع بقوة الآخرين وخسرت إيران أهم أداة لها في الثلاثة وثلاثين سنة الماضية وهي أداة صفت طاول القوة الناعمة إيران كانت تتمتع بأنها دولة ثورية مبدئية تفضلها عن المظلومين لغاية ذلك مع الثورة السورية هذا كل الصورة الجميلة انهارت وبالتالي فقدت أحد أهم أسلحة الأساسية التي استطاعت فيها أن تخلب الألباب كما يقال بالعربية الفصيحة وهي ذات القوة الناعمة الآن هذا سدفع بصانع القرار أن يفكر ملياً في أهم ملف على الطاولة يمارس ضغوط عليه وهو الملف في النهو والإيران بمجمل العوامل الأربعة هذه دفعت إلى 2013 إلى اتفاق الإطار الأول الذي حصل هذا الاتفاق باعتقادي كان محاولة أن يختبر صانع القرار الإيراني رأي العام كيف سيتعامل مع هذا الاتفاق؟ كيف سيقبله؟ هذا الاختبار نجح فيه النظام ونجح فيه الرأي العام العيراني في أن وصل للنظام نحن مستعدون للاتفاق أكثر من ذلك لأننا نريد أن نكون جزء من هذا المجتمع العالمي ولا نريد أن نكون منعزلين طبعاً في المقابل ضغوط اقتصادية كبيرة تراجع في الموازنة اتفاع في نصب البطالة تضخم إلى غير ذلك كما تفضلت الدكتورة فاطمة في بعض القضايا لضرحتها اقتصادية طب الآن نجحنا في عام 2013 النظام حصل على اتفاق جيد بنسبة له على الأقل لم يظهره بمظهر المعتدي لكن في نفس الوقت لم يكن كافياً حصل على 22 مليار دولار نصف مليار دولار أعطى للطرب المبعثين في الجامعات الأمريكية المختلفة وبالمناسبة 89% من الطربة الإيرانيين الذين يدرسهم النظام الإيراني في الجامعات الأمريكية لا يعودون إلى إيران 89% يعني تدفع لهم الدولة بالدولار ولا يعودون إلى إيران وتخيلوا حجم الخسارة البشرية التي قال عنها خاتم 1997 قال أنه يجب أن نعيد أكثر من ثلاث مليون إيراني إذا أردنا لإيران أن تكون قوة مثل الصين في ذلك الوقت الآن التغير الذي حصل الآن في استنزاف في المنطقة إيران استنزاف في العراق استنزاف في سوريا استنزاف في لبنان الآن أضافت إلى اليمن ودعوني أصحح ثلاث مفاهيم أو ثلاث قضايا هنا هناك من يعتقد بأن إيران تدفع في هذه الدول في العراق في العراق كل من جندتهم إيران في العراق دفعت لهم الحكومة العراقية بيرديم مياومات مياومات من وزنة الحكومة العراقية إيران كانت تجمع الناس تدربهم ويدفع لهم من الحكومة العراقية وليست الحكومة الإيرانية وبالتالي الذي يقال بأن إيران عندها فائض ما ليتدفع عليهم أن يراجعوا بعض تقالير الداخلية التي تصدر من هنا وهناك والتي تؤكد على أن إيران تستثمر سياسيا لكنها غير قادرة على أن تستثمر ماليا السبب الكل يعرف أسعار النفط الكل يعرف أثار العقوبات الاقتصادية على إيران التي أدت إلى انهيار شبه متكامل في بعض المؤسسات الآن بعد عام 2013 الحرس الثوري الذي تغول في المنطقة وللمضي أكثر في التفاوض قيل له نريد أن تكون أن لا تعارض الاتفاق مقابل أن تبقى جميع استثماراتك بلا ضرائب الرقامي لحقيقة الزميثة دكتورة فاطمة بلا ضرائب لا يدفع ضرائب للدولة وبالتالي الحرس الثوري من مصلحته أن يكون في اتفاق لأنه إذا ما حصل اتفاق الحكومة ستطرق بابه وتقول له ادفع ضرائب استثمارات المليارات هذه نريد ضرائب الدولة تريد حتى تدفع للناس رواته وكانت هذه أيضاً أحد استراتيجيات الرئيس الجديد الحقيقة حسن روحان وبالتالي أصبح الآن الحرس الثوري دون أن يشعر وسط المعمعة ليس له خيار إلا أن يواصل الدعم لموضوع التوافق أو المفاوضات الآن الاتفاق الإطار الذي حصل بالتأكيد إيران ظهرت فيه تقدمت تنازلات لم تكن تحلم أن تتنازل وهناك تصور كبير إذا نظرنا إلى ما ينشر في إيران بالصحافة الفارسية هناك تصوير إلى أن هذا إنجاز للدولة الإيرانية لكن في أي إطار الذين يتحدثون هم يتحدثون عن إنجاز لأن فيه مصلحة لبقاء النظام ولذلك أقول بأن الذهاب للتفاوض كان كل المؤسسة وراء التفاوض المرشد كان يريد التفاوض الرئيس كان يريد التفاوض الحرس الثوري كان يريد التفاوض البرلمان كان يريد التفاوض لأن الستابلشمنت كلها كانت في وضع ليس لديها خيارات كثيرة هناك حالة من الاستنزاف الإقليمي هناك تأثير قاسي في العقوبات هناك قضية أساسية القاعدة الشعبية بدأت تسأل ما معنى كل هذا الدور الإقليمي إذا كنا نعاني وبالتالي فرصة النظام الأساسية أن يعيد إيصال هذه الثقة مع الناس أن يعود للناس عبر شيء جديد وهو يعرف أن الإيرانيين لا يكرهون الولايات المتحدة كمواطني نحن عشنا هناك ونعرف المواطن الإيراني لا يشعر بعداء للولايات المتحدة كبعض العرب ولديه حالة من حتى الانسجام الثقافي في كثير من الأحيان وبالتالي أنت تريد أن تكسب من هذا المواطن عبر أن تقول أنا ذهبنا للاتفاق ودعوني أكرر الخمسة زائد واحد نحن لدينا واحد وليس خمسة الخمسة شهاد زور لدينا الولايات المتحدة إيران أفسدت عام 2010 اتفاقية مع البرازيل وتركيا وكان لديها شروط نسبيا جيدة لأنها كانت ترى بأن الولايات المتحدة ستعارضها ولا يمكن ضمانها إيران طهران تنظر إلى واشنطن بأنها اللاعب الكبير الذي يمكن أن يسكت إسرائيل ويتحكم في جيرانها العرب أو يحاول أن يسيطر على مساراتهم السياسية لذلك حتى أختم هذه المداخلة السريعة هذا الاتفاق الذي شاهدناه هناك توافق داخلي سياسي بدرجة كبيرة عليه لأن في ذلك مصلحة للنظام بشكل أساسي وأن هذا التصور موجود في واشنطن أن النظام يريد البقاء وهناك أيضا تصور موجود في إيران أن النظام يريد أن يستمر في بقاءه وقدرته هناك عامل يتعلق بتغير الجيل النظام بدأ يشعر بأنه خطاب الثورة ما عاد مقلع للناس هناك جيل جديد عليك أن تقدم له لذلك الذين يتشاؤمون من اتفاق الإطار أذكرهم لماذا يغضبون النظام هذا الاتفاق الإطار يعيد إيران من مربع الدولة الثورية إلى مربع الدولة العادية التي تقدم مصالحها تفاوض تخسر تربح ويمكنك أن تتفاوض معها إذا كنت لديك أدوات للضغط وبالتالي لا يجب التفكير بأن إيران ستكون لاعب محوري إذا ظهر في الجانب الآخر لاعبون يستطيعون أن يقدموا بدائل أو أن يتحارفوا ويتعاونوا مع بعضهم لإيقاف ما يسمونه بالتمدد الإيراني واللعب في الساحة العربية شكرا لكم أشكرك الدكتور محجوب وأشكر جميع المشاركين لإنتزام في الوقت وعلى طبعا المواد المطروحة الفكرة الأساسية التي طرحت الدكتور كانت ضعف المؤسسة السياسية داخل إيران ضعف المؤسسة السياسية داخل إيران ورغبتها في البقاء وهذا طبعا يعكس هذا بعكس الكثير من الأطروحات التي ترى أن إيران ستصبح أقوى وستصبح تهديد أكبر بعد هذا طبعا أوضح أن سلاح مهم لدى إيران كانت القوة الناعمة وفقدتها بعد موقفها من سوريا وأن يشكل هذا الاتفاق بالنسبة لبعض التيارات داخل إيران تجرى كأسا من السم وأن التيار الرابح الآن في إيران هو التيار الذي يريد أن يتخلى عن تحالفه مع روسيا والصين ويقترب مع الولايات المتحدة نفتح الباب بالأسئلة أول سؤال من الوسط شكرا سؤالين للزميلتين الصوت واضح الاسم ساطع نور الدين لبنان جريدة البدن الإلكترونية سؤالين للزميلتين كاميليا وفاطمة سؤال الأول للزميلة كاميليا من قلوب العربي ما في مشكلة هل تشعرين أن هناك أن المفاوض الإيراني يعمل تحت ضغط الوقت كما يعمل المفاوض الأمريكي هل هناك جدول زمني مفروض ضمنا على المفاوض الإيراني أن يتوصل إلى تفاهم في مرحلة في فترة زمنية محددة كما هو الحال مثلا بالنسبة إلى أوباما يعرف أنه سيغادر السلطة في أقل من سنتين وهو يحاول أنه سيغادر سيغادر السلطة في فترة زمنية محددة هل تعتقد أنه سيناريو المفاوض الإيراني؟ سؤال لزميلة فاطمة عندي انتباع أنه جزمت بأنه مرحلة المراقب لتنفيذ الاتفاق ستشمل أو ستؤدي إلى فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني هل هذا صحيح؟ وهل ممكن أن تعطينا تفاصيل أكثر؟ هل يمكنني أن أخذ السؤال؟ لا حسنا 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 فضل عبد الغني رئيس شبكة سوريا لحوق الإنسان السؤال للدكتور محجوب قلت أنه يعني الميليشيات بالعراق كان تدفع لها من قبل حكومة العراقية لكن بشأن سوريا تقارير بتتحدث أنه بين 60 إلى 70 مليار دولار تم دفعها من إيران والدعم ما زال مستمر حتى الآن يعني عسكري ميليشيات تقاتل هاي كلها دفع إيراني لم يتم استنزاف إيران حتى الآن في سوريا أربع سنوات بوثيرة ثابتة أحب أخذ رأيك من موضوع شكرا بس هنقطع الأسئلة لأن الدكتورة كاميليا لازم تطلع للمطار فحبة تجاوب عن سؤاله ومن ثم يعني نعيد الأسئلة اعتذاراتي أولاً من وجهة نظري كل من إيران والمولات المتحدة لديهما جدول زمني لتوصل الاتفاق إن كانتها جادتين في التوصل إلى اتفاق هناك نقاط مهمة بالتأكيد الرئيس الأمريكي بغض النظر عن كونه ديمقراطياً أو جمهورياً سيكون لهم رأي مختلف عن أوباما الرئيس القادم للوات المتحدة طبعاً هو المقصود أي أن كان جيد بوش أو غيره فهم يظهرون نوعاً من المقاومة الصامتة لهذه الاتفاقية ما لم يتم التوصلها في الوقت المحدد هذه لحظة تاريخية المهمة لأوباما فأوباما يريد إنجازاً تاريخياً ينهي حقبة امتد ستة وثلاثين عاماً وبالنسبة لإدارة أوباما تعتبر هذه القضية النووي قضية مهمة وأن لم يستطيع التوصل لعقد اتفاق في غضون ستة أشهر كحد أقصى سيكون من الصعوبة بمكان لأي إدارة قادمة أن تنتهج نفس النهج والإيرانيون من جانبهم هم أيضاً سيواجهون انتخابات رئاسية بعد نحو عام ونصف وأن لم ينجح روحاني في التوصل إلى اتفاق فأن فرصته في الفوز ثانية تكاد تكون مستحيلة وأيضاً هناك فرصة عند ذاك لأن تأتي حكومة ربما أكثر تشدداً من أحمد نجاة تكون أكثر راديكالية وسيكون من الصعب متابعة هذه المفاوضات معلوات المتحدة وسنحتاج إلى وقت طويل قبل أن نرى الوفود المتفاوضة تعود إلى مائدة التفاوض وأيضاً المطالب الإيرانية ستكون أشد والوضع كله سيكون مختلفاً عما نراه عليه الآن لذلك يمكن أن نقول أن كل الطرفين يسعياني للتوصل إلى اتفاق في ضمن المدة الزمنية المتاحة ولو كان هذه المهلة الزمنية مهمة وطبعاً إن لم يكن هذا هو الوضع فلماذا أرى الجانبان يومين وليلتين متواصلتين في التفاوض بدلاً من تأجيل التفاوض أسبوعين أو شيء من هذا النوع لكنهم خائفون كل الطرفين خائفاني من عدم التوصل إلى الاتفاق وكنت أتحدث إلى بعض المطلعين على خفايا الأمور مع الوفد الإيراني المفاوض وهم يقولون لي بأنهم يفهمون بشكل فاهم في كامل الزخم التاريخي والضغوط التي تنأى تحتها الإدارة الأمريكية وهم أيضاً يعودون بهذا الرأي إلى طهران ليخبروا دولتهم بهذا الموقف الأمريكي شكراً جزيلاً دكتورة كاميليا ونعود الآن للأسئلة تفضل ياسر سعد الدين سؤال الدكتور محجوب الدكتورة فاطمة بصفتهم خبراء في الشأن الإيراني هناك من يقول أن الولايات المتحدة ستعيد دور الشرطة إيران ويستشدون على ذلك بمقابلة أوباما مع نيورك تايمز والغزل يعني غير مباشر والحديث عن الحلفاء العرب بطريقة فيها نوع من الاستخفاف هل الغرب والولايات المتحدة تحديداً يريدون لهذه المنطقة أن تبقى في حالة من الاستهلاك والاستنزاف الاقتصادي والعسكري يعني يلاحظ أن أمريكا تدعم حلفاء إيران في العراق ونظرياً هي ضدهم في اليمن ما هو مستقبل العلاقات الإيرانية العربية خصوصاً بعد عاصفة الحزم وتدعياتها هل هناك أمل في أن تتوقف أن يلعب الأتراك دور في وقف هذا النزيف الطائفي المهيج المدمر الذي تتحرك فيه إيران كالطاعون بغرائز وليس بأي عقل ويعني فقط هذه أسئلة أتحب أسمع منكم بصفتكم خبراء في الشأن الإيراني شكراً لكم شكراً لسؤال آخر نبدأ بالدكتورة فاطمة بالنسبة للرقبة والتفتيش نعم هناك يعني في بند بالاتفاق لوزان أن التفتيش من الممكن أن يتم لمنشآت إيرانية خلال يومين يعني تفتيش بدون أن توافق عليه الحكومة الإيرانية فقط تبلغي بلغ النقطة الثانية أن الاتفاق سيأتي ضمن قرار جديد لمجلس الأمن وأذكر بالقرار التي سيتم في ضوء قرار 17-47 الصادر في العام 2006 هذا القرار إذا بترجع له بتجد فيه عدد كبير من المؤسسات الإيرانية بالإسم يقال أنها ساعدت أو مؤثرة في البرنامج النووي الإيراني وبالتالي ومعظم هذه المؤسسات إذا عدت للإسم تجد أنها إما تابعة للجيش الإيراني أو تابعة لمؤسسة الحرس الثوري وكلها يعني عسكرية يعني ذات صبغة عسكرية وبالتالي فهذه المؤسسات إذا أدرجت بالقرار الجديد فهذا يعني حرفياً انتقال الجدل بشأن الملف النووي إلى المسألة الخاصة لبرنامج الصاروخ الإيراني وبالتالي هذه نقطة ستكون حاسمة في إقرار إيران لهذا الاتفاق من عدمه ولا أظن أنها ستقبل بها هذا سيتضح أكثر إذا ظهر الاتفاق سيكون ضمن البند السابع وماذا سينوص عليها هل ستدرج هذه المؤسسات مرة أخرى في الاتفاق أم أنه ستلغى هذه المؤسسات والقائمة يعني فيها حوالي عشرين اسم مؤسسة معظمها من مؤسسات الحرس الثوري هذا بالنسبة للسؤال الأول بالنسبة لخطاب أوباما تجاه العرب والإيرانيين أنا فقط أريد أن تعقد مقارنة بين خطاب أوباما في القاهرة والرسائل المتتالية لأوباما التي يرسلها للإيرانيين سواء تهني أبي عيد النروز وأي أو ما إلى ذلك يعني هو عندما يخاطب الإيرانيين يستذكر الشعراء الإيرانيين الكبار وبالتالي هو يستخدم نوعا من الخطاب فيه الكثير من الاحترام هو يقول لهم أنكم يعني دولة ذات حضارة إرث أنا أتعامل باحترام مع هذا الإرث الخطاب نحو العرب مختلف يعني يقول لهم أنتم بحاجة إلى الديمقراطية يعني أنتم تحتاجون إلى التربية لا يحضر هذا الإرث الثقافي العربي في خطاب أوباما للعرب في حين أنه يحضر بقوة في الخطاب أوباما نحو الإيرانيين وأنا بذكر كانت مطلع رسالي من رسائله لبيت لشاعر سعدي تعالوا نزرع شتلة الصداقة ودعونا من العداء بهذا المعنى مسألة وبالتالي أحيانا يكون الطرف يعني نقاط القوة والضعف هي التي تحدد خطاب الآخر خطاب الآخر نحوك أوراق العرب في التعامل مع أمريكا يبدو أنها يعني ضعيفة جدا وبالتالي بدون أوراق ضغط قوية لا يمكن للعرب يعني أن يحققوا شيء على هذا الصعيد ومرة أخرى يعني أقول أن المدخل لتحجيم القوى الإيرانية ليس في اليمن وإنما في العراق أولا وفي الموضوع الفلسطيني الثاني يعني في العراق باستعادة العراق لحاضنته العربية وبشكل أكثر يعني وضوحا عقد في طهران مؤتمر قبل سنوات قبل الثورات العربية كان المؤتمر عنوانه عراق ما بعد صدام حسين كان هناك محور أساسي في المؤتمر أن العراق سيبقى على الدوام تهديدا للأمن القومي الإيراني وبالتالي استعادة العراق إلى حاضنته العربية هذا أولا وليس في اليمن يعني معركة اليمن لا أريد أن أدخل في هذا حتى لا أثير بعض القضايا والموضوع الفلسطيني آخر لأن القوة الناعمة التي إيران تحركت من خلالها كانت القضية الفلسطينية وبالتالي الطريق أمام العرب واضحة إن كانوا يريدون أن يسيروا نحوها بالنسبة للأتراك تركيا لا يمكنها أن تنخرط في حلف ضد إيران لأسباب كثيرة الاقتصاد أنا سأعطيكم أرقاما تركيا في زيارة أردوغان الأخيرة وقع الثماني اتفاقات اقتصادية ضخمة مع إيران تركيا تستورد 95 من الغاز الإيراني تركيا لديها تبادل تجاري مع إيران 13 مليار وفي سنة من السنوات وصل إلى 20 مليار ولديها خطة مشتركة بإيصال الرقم إلى 30 مليار هذا يعني هذه تؤخذ بعين الاعتبار تركيا لديها مشروع أن تكون ناقل للغاز إلى أوروبا هذا لن يتم إلا بعلاقات جيدة مع إيران وبالتالي السؤال الذي يجب أن يطرحه العرب بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن إعجابهم الشديد بشخصية أردوغان هو ماذا ستقدم لتركيا لتكون حليفا لكم يعني تركيا بلا بدائل لا يمكن أن تكون أن تنخرط في أي حلف ضد إيران هناك مصالح تركيا لم تصطدم مع إيران حول الورقة السورية وهي مهمة جدا للأمن القوي التركي فهل ستفعل ذلك من أجل اليمن؟ لا أظن ذلك وأيضا قيسوا على ذلك الباكستان لديها مصالح قوية جدا مع إيران الطاقة سؤال الطاقة هو الذي مهم وأنا بدي أختلف شوي مع دكتور مروان بالنسبة لامتداد إيران في آسيا الوسطى في السنوات الأخيرة استطعت إيران أن تحدث اختراقا في آسيا الوسطى وآسيا الوسطى مستقبلها في موضوع الطاقة أيضا في غاية الأهمية وبالتالي توجه السياسي نحو الهند يأتي في يصفي هذا المجال وشكرا جزيلا لكم أولا فيما يتعلق منذ العام 2012 إيران تمول الجميع الذين يقاتلون في سوريا والعراق بأموال عراقي هناك توافق كان بين حكومة المالكة وبين الحكومة الإيرانية عندما كان أيضا العراق يصدر بعض الطاقة وصادر الطاقة إلى سوريا في كثير من الأموال كان يتم تحويلها عبر إيران ويتم من خلالها تجنيد كثير من المقاتلة في سوريا معنا آخر مصدر التمويل عمليا بجزء كبير منه كان عراقيا إضافة إلى بعض المقاتلين أيضا وبالتالي ما كانت إيران تستنزف ماليا في موضوع القتال في سوريا والعراق طبعا إذا الأرقام طبعا غير متوفرة بشكل أقول لك المصدر الفلاني لكن هناك بعض المصادر الموجودة في إيران تتحدث عن أحيانا بعض التوافقات الاقتصادية أحيانا بعض الإشارات تجدها هنا وهناك تعطيك بداية الخيط أنه عمليا القوات كانت يتم الإنفاق عليها عبر أموال عراقية بشكل أساسي فيما يتعلق في العلاقة بين أو المستقبل في ظل ما يحدث الآن خاصة فيما يتعلق في إيران والدول العربية بشكل أساسي في ثلاث معطيات أساسية بدنا نخذها بعين الاعتبار حتى نفهم إلى أين الأمور تسير هل عملية عاصفة الحزم لديها خطوة ثانية يعني هل هناك فعلا لدى صانع القرار ما بعد عاصفة الحزم أم فقط عاصفة الحزم لأنه إذا كانت عاصفة الحزم فقط سكرنا الطابق بالتأكيد إيران ستبقى على نفس ديدنها السياسي في التعامل مع المنطق هذا متغير هذا عامل أساس عامل مهم الأمر الثاني هل هناك نية فعلا إلى التعاون مع تركيا على مستويات معينة فيما يتعلق بالأزمة السورية صحيح أن تركيا مصالحها الاقتصادية مع إيران صحيح أن تركيا لديها تعاون ربما يصل إلى أكثر من 25 مليار التوافقات الأخيرة تتجاوز حتى إلى 20 مليار دولار صحيح أنها استطاعت أن تتوافق مع إيران على العراق يعني في العراق أصلا فيه توافق شبه مكتوب إيران أخذت الجنوب والوسط وتركيا مع كردستان استثمرت مليارات الدولارات يعني الذين زاروا كردستان يعرفون استثمرات التركية في كردستان لكن أنا أعتقد بأن تركيا تريد مبادرة من العرب من العرب الفاعلين يؤكدوا فيها أنه في موقف عربي واضح الآن تركيا عندها موقف واضح من كل الدول اللي ما أخذ موقف من الإخوان المسلمين هذا معلن تركيا تريد من الدول العربية التي لديها موقف من الإخوان المسلمين أن تراجح هذا الموقف لأنها تعتقد وفق أحد المسلمين أردوغان بأن أحد أدوات القوة الناعمة التي يمكن أن يسطح فيها كثير من الأحوال في المنطقة العربية هي أن تحافظ على جماعة الإخوان المسلمين لماذا؟ لأن جماعة الإخوان المسلمين منذ الأزمة في سوريا خسرتهم إيران في الأحداث في سوريا حاولت إيران أن تدعو جماعة الإخوان المسلمين في سوريا إلى طهران رفضوا ذلك مكتب الإرشاد العالمي نصح الإخوان أن لا يتواصلوا مع طهران نصح معظم قادة الإخوان الذين كانوا موجودين في تركيا أن لا يتواصلوا مع السفير الإيراني في أنقرة لأنهم أرادوا لم يريدوا أن يكون لهم أي علاقة مع طهران وبالتالي هناك علاقة قطيعة الحقيقة بين جماعة الإخوان كنظيم دولي وبين إيران تركيا ترى بأن الإخوان يمكن أن يتعامل معهم في كثير من الدول ومصر والسعودية على أنهم أداروا القوة الناعمة وسيرة قوة ناعمة فاعلة في المجتمع المتفاعلين يمكن أن يلعبوا دورا أساسي في بعض المناطق وتحديدا الآن أكثر حديث يتم في حديثين عن اليمن وعن سوريا لذلك أنا أعتقد بأنه هناك مبالغة في أنه إيران منتصرة منتشية نحن بحاجة أن نفكر نحن بحاجة أن إيران دولة عالم ثالث عندها إمكانات بشرية مذهلة ما في شك عندها إمكانات اقتصادية مذهلة ما في شك دولة محافظة على حدودها لكنها بالأخير هي دولة ضمن العالم الثالث لديها إمكانات ولديها محدودية ولديها قدرات أصلا الآن ضعفت بشكل كبير جدا هذا ليس مدعاء أنك تخاصم إيران وتدخل معها في حرب يمكن أن تعمل مع إيران في قنوات معينة في الطاقة انظر ماذا فعلت السعودية في إيران فقط في أسعار النفط لو انظروا التصريحات التي تصدر بالصحافة الإيرانية الهجوم الشديد أنا أعتقد أن الغضب الأساسي من السعودي ليس عملية الحزم عملية أسعار النفط انظروا للتصريحات في الأربعة الشهر الماضية في منتهى الشدة والعنف ضد السعودي القضية قضية اقتصاد عندما يأتي وزير المالية الإيراني نهاية السنة وما يجد ما يدفع راتب للناس بسبب أسعار النفط سيشتم من هو السبب وراء ذلك فالقضية الاقتصاد الحقيقة وأنا أعتقد أن الاقتصاد إيران تأذت منه بشكل كبير جدا وأنا أعتقد هم الآن يجري التركيز على هذا الموضوع في محاولة لاستعادة النظام السياسي في إيران إلى الواقعية السياسية أن يتعامل مع الآخرين بقدر من الاحترام وأختم بملاحظة أخيرا باعتقادي بأن المشهد في غاية الضبابي وفيه يسيطر عليه التشاؤم وأنا أعتقد بأن المتفائلون قليلون في وقتنا هذا لكن دعونا ننظر الأمور من زاوية أخرى هل كان مسيرة تسعين سنة أو مئة سنة في العالم العربي ودولة ما بعد الحرب العالمية والحرب الثانية وطريقة تلخيص الأوطان بالأشخاص تحدثوا عن تأثير الذي حصل في الولايات المتحدة وأنا أعيدكم لكتاب الدكتور عزمي في المقدمة عندما يتحدث عن فكرة الوطن في إيران أستاذ ندباشي أحميد دباشي يعرف ذلك كم هنالك مستشار إيراني يعملون مع الرئيس أوباما سيد ولي ناصر ريتقي هؤلاء يعملون ضمن المكتب البيضاوي هؤلاء إيرانيون بالأصل ما نعرفهم زملاء ما تأثير أن يكون عندك أشخاص نفس الثقافة هل أوباما سيحلم في بيت سعدي؟ لا ليس أوباما الذي يحلم في بيت سعدي هناك من حول من أشخاص يستطيعون أن يمروا هذه الثقافة لماذا فشلوا العرب فأن يكون لديهم عرب يحب يحب الوطن العربي ولي ناصر ولي تقي يحبون إيران قد يكونوا معارضين للنظام الحالي لكنهم يحبون إيران في تركيا يحبون تركيا لا يحبون أردغان لكن كم من العرب في الخارج يحب الوطن؟ الوطن أنا أعتقد هذه جوهر القضية مشكلتنا في العالم العربي الوطن تلخص في أفراد فعندما كرحنا الأشخاص كرحنا الأوطان وهذا ما لم يحدث في إيران حتى الآن وهو ربما أحد عوامل تفسير سر الهزيمة التي نحن فيها السلام عليكم شايف فقط كلمة واحدة دكتور مرون بدون شك بدون شك في نقطة بجوز نحن مرنا عليها مرور الكرام أو ممرنا عليها أعتقد نقطة مهمة وأشارت للدكتورة فاطمة في معرض حديثها أنه أحد النقاط الأساسية باتفاق الوزان أنه إيران وافقت على توقيع البروتوكول الإضافي لاتفاقية لحد من انتشار الأسلحة النووية وأعتقد واحد من أخطر التنازلات لقدمتها إيران لأنه هذا اللي بيفسح المجال عمليا لفرقة تفتيت الدولية أن تقوم بتفتيش أي منشأ إيراني خلال 24 إلى 48 ساعة والخشية الإيرانية الآن أن تتحول إيران إلى عراق جديدة بمعنى أنه هاي النقطة تشد وجذب يعني دائما بدي بعطولك طلبات ويطلبوا تفتيش منشأة وقد تكون من بينها منشآت متعلقة ببرنامج إيراني الصاروخي نزولا عن رغبة دكتور عزمي آخر شيء أنا بدي أشكر كل الناس اللي شاركوا وقبلوا دعوتنا لحضور هذه الندوة التي تم إعدادها على عجل لكن بسبب إسهامكم ومشاركتكم وحضوركم أنا بعتقد أنه هاي الندوة يعني كانت ندوة ناجحة طبعا آخر شيء أنتوا اللي بتقيموها مو نحنا بس بمستوى المشاركة ومستوى الحضور ومستوى التفاعل أنا بعتقد أنه نحن اليوم حسنا على الأقل أنه نلقي فعلا ضوء على بعض النقاط اللي كانت حتى بالنسبة لألنا نحن المهتمين بالشأن الإيراني وقضايا المنطقة العربية ما كانت واضحة بالنسبة لألنا في نقاط تقنية عديدة أنا بعتقد أنا استفدت منها والجميع استفادت منها في النقاط أيضا مرتبطة بموضوع الطاقة لقدمها دكتور وجميع المساهمين في هذه الندوة شكر جزيل على حضوركم ومساهمتكم وتفاعلكم وإلى لقاء في ندوات أخرى قادمة شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة